تقرحات الفم شو هي هي الحالة؟ علميا وطبيا وحسب دراسات هي بتحدث بالغشاء المخاطئ داخل الفم طبعا هي الحالة بتعمل قلم كتير كبير للشخص المصاب ممكن تعمله إزعاجات خلال تناول الأكل وأسبابها أكيد طبيا ممكن تكون نفسية حتى اليوم الأسباب النفسية متعلقة بقصص التقرحات الفم ممكن تكون تغيرات بالهرمون ويمكن اليوم يكون المنشأ من المعدة دائما في مشاكل كتير هايدي بتصاحب أشخاص بالسبب المعدة اليوم هيك رح نضوي أكتر عن هذا الموضوع شو هي الأسباب وطرق العلاج وأكيد معلومات كتير مهمة حيخبرنا عن نظيفنا لليوم وهو الدكتور إحسين عبد الكريم الأخصائي بأمراض الفم والأسنان سعى صباحك حكيم سعى صباحك للمشاهدين إن شاء الله سعى صباحك دكتور يعني حكينا شوال بالمقدمة يعرفنا هيك تعريف بسيط عن تقرحات الفم حابين نعرف من حضرتك بشكل موسع شو نقصد اليوم نحنا بتقرحات الفم هذه تقرحات الفم هي عبارة عن أي سحجة أو أي جرح ممكن تشوفوا نحنا بالفم أو عبارة عن ضعف مخطيط الفم موجود بشكل حمرار أو بشكل لعنها مثل خلنا نقول دقعة مراير لون لون لسة طبيعية ممكن نعتبر نحنا نوع من أنواع التقرحات هلأ أسبابها كتير كبيرة وواسعة جدا ممكن تكون إذا واحد مثلا أكل أو شرب شي ساخن يصرفي عنا مثل حرق لمخاطية الفم أو للغشاء المخاطي بسبب هذا السحجي كمان هلأ تعتبر نوع من أنواع التقرحات ممكن يكون عنا اللي بيأكلوا كمان فلفل حر أو بحبين حد بشكل عام كمان ممكن أحيانا نسبب هذا الشي عندين تقرحات أحيانا ممكن نحنا نأكل شيء آسي على الأسنان أو تيجي جزء منه يجرح اللسة كمان ممكن تسعبنا فينا في عنا التهاب بسيط أو شيء كمان يعمو ترحم تقرحات الفم نتيجة في ناس ممكن يكون عندين ترهل بعضلات الخد أو شيء يفت المخطيط الخد ما بين الأسنان يُعرضوا عليّا كمان كمان بتصيري الحالي كمان بيعضوا عليّا كمان بيعضوا عليّا كمان بيعضوا عليّا تماما ممكن أحيانا كمان يصير عندنا تقرحات في ناس كمان بسبب التوتر أو بسبب الضغط ممكن أحيانا تلاقي كل وقت هيك عم يضع على شفتوه كل وقت اليوم الشعب هلáfic makes me يعد على شفتوه كمان تماما أحيانا ممكن تكون مترافقة مع أمراض جهازية عامة أحدها رخص ناعي المكتسب أو الإيدز ممكن تكون هي دليل عليه ممكن أحيانا تكون دليل هي على ظهور أو كبداية على إشعار تعطينا إشعار عن إصابة مرض سرطاني معين دكتور يعني أصلاب كثيرة عن إصبارات الأفضل طبعا كثير عن أسباب وممكن تكون الأسباب الفيروسية كمان اللي تعتبرون تقارحات الفامنية هي القلاعات نحن نسميه فيروس المسبب له هو فيروس انتهازي الوقت اللي يصير عندنا نحن ضعف بمخاطية الفم أو ضعف بالمناعة العامة بيظهر وليش لأنه بتغيب عندنا الفلورة الفموية اللي بتمنعه أحيانا بالموضوع فبنتهز الفرصة هو بنتهز الفرصة يعني حتى اليوم بالحالات المرضية نحن عم نشوف في انتهازية في انتهازية بالقصة كله بدي حاول يصعد على الحسابة التانية طيب حكيمة ذكرت أكتر من السبب والليوم إذا بنا نحكي أنواع هل اليوم كل ما ذكر بندرج تحت نوع واحد أو لا اليوم نحن لكل سبب حالة معينة أو نوع معين وطرق علاج خاصة فيه طبعا نحن العلاج دائما بمتلك المدارة معرفة التشخيص بصير العلاج سهل هل أنا مثلا لدي تقرحات ممكن إذا أنا عندي تقرح مثلا من حرق ساخة أكيد ما هيكون علاج نفس علاج قولاع لأن الحرق الساخة مثلا نحن بس نعتمد هنا بس على التعقيم ما فينا نعملوا أي شيء تاني إلا التعقيم ممكن إذا صاروا لنا حال التهابي أو شيء نعطي وصم مضاد التهاب أما بيكون في عنا مثلا قولاع نحن مضطرين أن نتحملوا من أسبوع إلى 14 يوم حسب شدة الحالة مع طبعا العلاج هون دائما بيكون عرضي لأنه مرض فيروسي ممكن نحط نحن كمان دهنات للقولاع ممكن أحيانا نتيجة بعض التجارب تسمعوا كمان شغلات كثير شائعة مثلا مثل التوت الشامي كمان ممكن يكون أو دبس الرمان هو عبارة عن مادة حمضية ما هي الحمض هذا كثير شائعة بسبب مثل لدع صغيري أو حرق صغير على القولاع ما عدا يحصل مريض بالوجع بعد منه فهذا يفكروا أنه صار مثل العلاج تستخدم لكل حالات حكيم يعني شو ما صار فورا بيسيا بنتفي دبس الرمان تمام دكتور يمكن اليوم ما في تخوف من بعض الناس أنه هل ممكن يكون تقرحات الفم تكون مرض خطير أم لا خصوصا يمكن إذا لاحظوا هذا الشي عند وجود أطفالهم بصير هيك عندهم شوية تخوف من الموضوع خلينا نوضح حقيقة هذا الموضوع هلا تقرحات الفم بالنسبة للأطفال ممكن تكون أسباب هي بزوغ الأسنان الدائمة أو ممكن يكون أننا نخر بالأسنان أو ممكن مثلا نعمل نحن نشوف إذا الطفل عنده حالة صحية مثلا بكثير الأمراض أو شيء بدون يعمل دراسة شامل نحن نقص فيتامين بـ 12 كمان يعمل تقرحات بالفم ممكن الطفل إذا عنده أمراض جهازية منها نحن نتقصها تلكناها أحيان ممكن تكون هي مشعر لسرطان لا سمح الله أو ممكن تكون مشعر لنقص مناعة مكتسقة أو إيدز هاي ظهور تقرحات متكررة بالفم يعني أحد العلامات الجلدية أو الفموية المتلافقة مع الإيدز هو ظهور تقرحات أو الحبوب بالجلد و بالمخاطيات حكيم اليوم باختصاصك طبيب أسنان اليوم شو علاقة بالأسنان أو هاي الحالة؟ بأي حالة ممكن نشوفها نحن ضمن الفم بالأسنان يعني هل عمل الأسنان غير صحيحة أو الثغرات اللي ممكن الحكيم ارتكبه أثناء العمل تسبب هاي الحالة؟ هلا نحكي الشغلي نحن لما بيكون في عنا أول شيء أدوات غير معقمة مصبوط إذا نشغل فيها ممكن هذه تعمل تقرحات بالفم أو يصر عندنا قلعات وتنتشر بشكل كثير كبير ممكن نكون إذا كان عندنا مثلا جراحة كبيرة طرينا نعطي أنتبيوتك أوي كمان لفترة أسبوع مثلا أو شيء كمان بضعف مخاطية الفم لأن أنتبيوتك بيقضي على الفلورة الموجودة فبيتطالب بينتهز الفيروس للفرصة وبيطلعك على شكل قلعات أو على شكل تقرحات كمان أحيانا نحن عم نشتغل ممكن مريض لسانه كبير ضرب لسانه بالأبضاء تبعية الشغل أو بأداة من أدوات الشغل مثلا ممكن تحرك هاي كي ضربة تخده هاي كل هاته كمان أسباب بالنسبة لأن ضمن العيادة نحن ممكن تصير معنا واردة تصير مع أي طبيب تمام خلينا نودحنا بس والأخطر من هاي كل هاته هو موضوع أنه عدم تعقامة المواد أكيد نظافة الموضوع طيب خلينا نحكي عن موضوع العلاج اليوم عن آلية العلاج المتبعات اليوم لحتى نحن نعالج تقرحات الفم من البداية العلاج تلك نحن نحدد سبب هلا في حال كان نقص في أنواء العلاج تماما هلا في حال أنك كان لنا سبب تقرحات أو ظهورها بشكل متكرر هو نقص الفيتامين بي 12 نحن نعنى عن طريق التحالي ببين معنا نعطي مثلا إجراعات مؤتما من الفيتامين بي 12 في حال كان السبب لا سمح الله سرطاني بدو ياخد جرعات حتى الجرعات في بعض الأحيان ممكن تكون هي مسببة لتقرحات الفم في حال كان عنا السبب مثلا نقول لا هو الفيروسة مثليك علاجه عبارة عن علاج عرضي عبارة عن تسكين مع هاي ولا بدو ياخد حده من أسبوع إلى 14 يوم حسب شدة الحالي ممكن يكون حسن إذا كان عنا جرح طبعا هم بيبقى موضوع النظافة والتعقيم سواء مضامة كلوريزيدين أو سواء مضامة مي وملح الملح كمان كتير مساعد كمان للوقاية وللحماية من الخرق كبس الرمان والملح ولكن هلا كتير عالم تقولك أنه نحنا نعتمد على التفريح على تنظيف الفم والأسنان بشكل دائم نوسان على مي وملح مي وملح لا تغني عن الفرشاية لا تغني عن تنظيف خط سنية لا تغني عن وسائل عناية الفموية التانية قولا واحدا هي عبارة عن وسيلة مساعدة بس فترة الجروح أو التقروحات هي وسيلة تطهيرنا نعتبرنا نحنا كمطهر للفم حكيم خلينا نروح لفكرة صحة تلقيح اللثة اليوم هي حالة شائعة قبل ما نروح لي شو الفائدة من هذا الإجراء خلينا اليوم نعرف طبيا شو معنات اليوم بيقول حكيم احنا رايحين لإجراء تلقيح اللثة تلقيح لسة تقليح 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 لسة مو تلقيح لسة تقليح لسة وإجراء عبارة عن تنظيف الأسنان ممكن تكلسي عندنا نتيجة أهمال أو نتيجة عناية فمويسة أو نتيجة طبيعة لعاب معينة عند المريض أو نتيجة نموذج غذائي معين أو نتيجة عادات مثل التنفس الفموي إذا عنده مشاكل جيوب أو شيء يتراكم كل ساعة الأسنان نحن عنا مفروض أنه يتنظف هذا كل ستة شهور وفي بعض الحالات ممكن أن تطرح نحن أقل من هيك إذا كان متكرر بشكل كثير كبير لأن هذا القلح إذا ترسب راح سبب تراجع لسة وبالتالي راح تسحب مع العظم لتحت تلاقي المريض أنه خسر أسنانه بصير تخل الأسنان وتتحرك وهي لسة ما فيها لنخر ولا فيها شيء لكنه أنا أسناني ما فيها لنخر طب ليش يخصار عندي؟ ما وهذا هو القلح اللي أنت تاركه هامل والسبب تراجع لسة مع تراجع عظم انتصاص عظم السن هو بيعتمد على التثبيت بأنه مغروز بالعظم تراجع عن العظم صار في حرك يخسرنا للسن نحن فهذا الموضوع التقليح أو تنظيف الأسنان مع جزورة مهم جداً طبعاً دائماً أنتبه أي طبيب نروح لعندهم لتنظيف الأسنان أنه يعملنا التنظيف تحت اللسة أهم أنه يكون فوق اللسة عن طريقة شو اليوم؟ ألا في عنا الطريقة التقليدي العادية اللي هي بالأدوات اليدوية وعنا كمان أمواج فوق صوتية الأمواج فوق الصوتية طبعاً لا تغني عن التقليح بالأدوات اليدوية نحن مضطرين أن نتعامل مع الأدوات اليدوية وخاصة من مناطق بين السنية نحن خلال تجوز أن الأدوات لا تنزوح نريد أن نشيك كمان على الجزور كمان نشوف أنه سطح الجزور صار نسوى بشكل نظامي كمان بالأدوات التقليح اليدوية العادية نريد أن نجمع ما بين الأدوات اليدوية حتى نحن نأخذ النتيجة الصحيحة أكيد طيب خلينا نحكي اليوم نحن على طول نشيك على أمور اللثة نعرف إذا في التهابات معينة مدينة كرمال نعالجة كرمال ما تسبب لنا لبعدين تقرروا حاسب اللثة ما بتخبي حالة هي بتدليك أنه يصفيها شيء أو ما فيها شو بيظهر اليوم على الشخص؟ تغير اللوني هو أول شيء نزوف تغير اللوني اللثة المتعرف عليه هو اللون الوردي إلا عند أصحاب مثلا البشر السمراء أو شيء يكون يكون مائل شوية للقاتم أكتر نتيجة صباغ الميلانين اللي هو موجود عنده بكل جسمه بس بالفم أو بال الثاني شغلين نزوف اللثة اللثة في حال كان فيها التهاب أو كان فيها أي مشكلة فورا متعطيك دليل أنه أنا صار فيه نزف لما عم تفرج إصنانك أنت لو عم يضرب فيها أي شيء حيانا عندما عم تاكت يمكن يصير عندنا نزف لللثة أو بيسرح دمه إلا عندنا كمان بالنسبة للرائحة الفم كمان ممكن تكون سببها مراد لسة ممكن تكون تجمع حتى التركيبات السنية اليوم التركيبات السنية إذا ما أنا مراعين شروط معينة للحواف اللسوية أو ممكن تكون خشنة ممكن يكون طبيب تسبت مثلا مع النظفة قايا مادة الإلصاق ممكن يكون مواصلة التلبسات لحواف اللسة بشكل جيد ممكن تكون نوعية التركيبات أهلا نحنا بنعرف نتيجة الصورة الاقتصادية شوي العالية هلأ عم منجأوا أحيانا لوسائل أنه بيسترخصوا بالمواد ممكن تكون أحيانا هلأ في عالم عم نشوفها عم تركب أسنان ماء كريلي اللي نحنا مستخدمها لطاويض مؤقت عم يركبوها بشكل دائم يعني عم نلاحظ حالات عفواني كتير وحالات التهابات كتير عم نلاحظنا دكتور يوم مع أنه اليوم أطباء الأسنان كلهم بيروحوا الحذر بهذه النقطة ولكن هناك ممارسين من الأسف نحن نحاول أكيد خلينا نعطي هيك بالخطام نصائح أخيرة من حضرتك لحتى نعطني بصحة الفم والأسنان هلأ نصائح بالنسبة لعناية الفم والأسنان الفرشات هي أولا أي قولا واحدا تفريش الأسنان هو بالدرجة أولى كنوع من الوقاية بس نفرش شي صح لأنه أحيانا طبعا طريقة التفريش الصحيح هي الأساس حد ذاته ممكن يسبب أن ننتقل ممكن يسبب تراجع اللسي تماما نوعيد الفرشاي كمان نختار نوعيد الفرشاي المناسب إلى أسناننا وللسي الموجودة عندنا كمان حيث أنه ما نأزيها الشغل الثاني صدام الخيوط السنية الشغل الثالثة المضامض كمان كتير منيحة وخاصة في فترة الوقوف في عنا تقاروحات المضامض كتير منيحة وكتير شي أساسي الشغل الثالثة كمان موضوع القلح كمان إذا كان موجودا نتابعه نشوف نحن موضوع نخور الأسنان كمان إذا موجود بشكل دائم لازم نتابع عليها كل ستة شهور نحن نعمل تشيك يعني نحن هون بسوريا متعارفة ليا طبيب الأسنان ما عنده معينة ففيك أنت تفوت تشيك على أسنانك يعني ما حتخسر شي كل ستة شهور بالعكس إذا كان عندك نخر تعالجه من بداياته ككلفة مادية أقل على المريض وكسلامي للسن أو ديمومي أو عمر للسن تعطي عمر أكتر الشغلي كمان المهمة نحن أنه إذا عندنا مشاكل جهازي مثل أمراض معدي أمراض مشاكل تنفس أو شيء من الحل أن نحن لحط نحافظ على موضوع سلامة الخم والأسنان من ناحية لسي أو من ناحية نخور الأسنان شكرا دكتور حسين لحضورك اليوم وكل المعلومات اللي ذكرتها ودائما نقول بصحة والسلامة لجميع الناس وحلو اليوم هكي الفحص الدوري لصحة الأسنان بعد شوية حال الإسعافي نروحها لطول فيها على طبيب الأسنان شكرا للك يا ميد وردي صباح كوني يا رب وصباح كل المشاهدين شكرا لكم نتمنى أن نكون قدمنا فائد إلى الجميع